تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها في البداية كل عام والجميع بألف خير هذه قصة الجمعة بتيجي بعد نهاية عطلة العيدة عشان هيك رحنا جيبنا قصة خفيفة لطيفة من مدخلها ومخرجها بس تفاصيلها حلوة كثير وجميلة قصتنا اليوم عن واحد من اللحظات العظيمة التاريخية في الليجة عن واحد من اللحظات العظيمة الكثيرة في تاريخ ريال مدريد عن واحد من اللحظات الإثارة أثناء بناء الليجة الجديدة اللي طغت إعلاميا بعد ذلك هندخل بتفاصيل هذه القصة بس كالعادة وانتو بتحضروها لو عجبتكم تتركوا لايك ولو ما عجبتكم كمان بتتركوا لايك لعنكم أصحابي خلونا نرجع لموسم 2004-2005 موسم السحر رونالدينيو الموسم اللي قاد في برشلونة للقب بعد 6 سنوات من الغياب بقيادة رونالدينيو كدري بريكورج وتهديف سامو الإيتو بجانب هذه البطول اللي حققها برشلونة كان في بطولة صغيرة عم بحققها ريال مدريد وبطريقة غريبة وعجيبة وغير متوقعة وهي أن ريال مدريد فاز بما يوصف إعلاميا في إسبانيا أقصر مباراة في تاريخ كرة القدم مباراة من 6 دقائق بس شو قصتها؟ في موسم 2004-2005 زي ما حكينا في الجولة 15 الفرق بين برشلونة المتصدر وريال مدريد الثاني 9 نقاط أي غلطة كمان الدور بيخلص في مرحلة الذهاب ريال مدريد عم بيستضيف ريال سوسيداد اللي كان عنده نخب من اللاعبين وقتها والجيدين مباراة أمام 70 ألف متفرج في البرنابيو وفي تاريخ 12 ديسمبر 2004 احفظوا للتاريخ كويس لأنه حيلزمنا بعد شوي الدقيقة 41 الظاهرة رونالدو بيتقدم ولكن في مطلع الدقيقة 71 لعب تركيا رائع جدا في الدورة الإسبانية آنذاك اسمه نهاد قهوجي برده بتعادل واحد واحد الدوري روح برشلونة صار حيصير الفرق بينه بين ريال مدريد 11 نقطة ولستاتنا بالجولة 15 وصلنا الدقيقة 87 والنتيجة تعادل واحد واحد لاعبين مثل بيكهم زيدان فيغو روبرتو كارلوس ورؤول في أرض الملعب وماشي يجاوب وفوقيهم الظاهرة رونالدو واحد واحد وهذه المجموعة المهارية العالية جدا جماعيا ماشي عم بتقدر تنافس برشلونة على صراع الدوري لكن فجأة الحكم طلب إيقاف المباراة اللاعبين على أرض الملعب مش عارفين شو فيه تم إخلقهم وتم الطلب من الجماهير إنها تطلع حتى إنه الجماهير اللي فوق بالترجات العليا طلعت من أبوابها والجماهير اللي بالدرجات المنخفضة وقرب الملعب تم السماح لها تنزل على أرض الملعب وتطلع من المخارج الأرضية ما حدا عم بيعرف شو بصير فيه كاميرات اللي فقطت لعبين ريال سوسيداد بيسألوا مدربهم بيسألوا الحكم واي بمعناه ليش شو فيه وما حدا عم بيعرف اللي هم اطلعوا ابعدوا يا شباب بعض وجوه خايفة خلصت الجماهير الملعب فضل طل فيه لعبين ريال مدريد وريال سوسيداد وفجأة الشرطة عم تنزل على أرض الملعب ومحة الكلاب البوليسية وهناك خبراء المتفجرات وعم بدوروا فيه شي عم بدوروا عليه شو هون كانت عم بصير تهديد إرهابي من منظمة كان اسمها إيتا وهي منظمة انفصالية باسكية وريال سوسيداد بينتمي لهذا الإقليم تليفون رح لأحد الصحف وقالهم اليوم الساعة تسعة بالليل حنفجر ملعب السينتياغو برنابيو والمباراة العلم كانت نبلشي على السبعة يعني بتخلص تسعة إلا ربع يعني حيكون مع الجماهير بس ربع ساعة عشان تتفجروا عشان هيك قرروا يطلعوا اللاعبين بشكل أسرع يطلعوا الجمهور بشكل أسرع بعام خ 7-8 دقائق وهم متفاجأوا بالاتصال اللي جاء متأخر دورت الشرطة دورت كل الأدوات ما في قنابل ادعاء كاذب حتيجي تقولولي يعني معروف أنه أي حدا برفع تليفون بيقول لهم عندي قنب اللي بديم روحوا يسكروا الملعب ويروحوا البرنابيو فترتها كان في ظروف متودرة جدا إيتا عم بتنفذ كثير عمليات صغيرة هون وهون وهون غير هيك كان في تفجير أيضا أثر على مباراة ريال مدريد في الماضي بألفين واثنين كانوا عم بيستهدفوا مدريد لأنهم أقليم انفصال لباسكي فعم بيستهدف مركز نظام الحكم وتلك الليلة كانت مناسبة مهمة للنظام الملكي في إسبانيا فكانت الهجمة بالنسبة لهم بتلك الليلة لقيتها مبررة مدريد وليلة تاريخية رسمية فإحنا بنضرب فيها فليش ما يخافوا منه الشرطة فتم إغلاق الملعب بس بعد شوي الحكم قال اللاعبين ما في قنبه ليه تفضلوا إلعبوا اللاعبين اتفرجوا ببعض بعضهم ملوش نفس يرجع الملعب بعضهم مازال خايف قوتي حسب صحيفة ماركا شافه وشافوه صحفيين برا عم بيركض بيتصل بأهله بيقولهم أنا بخير أنا بخير كان في نوع من الرعب اللي عم بصير بين اللاعبين فاللاعبين اتفقوا مع بعض إنه بلاش نلعب اليوم خلونا نكمل الدقائق اللي ضايلة بكرة الصبح لكن فعليا ما تكملت بكرة الصبح هلي جيرا عن رفض اللعب بنفس الوقت قال لقد كنا خائفين إلى درجة الموت فكان صعب جدا أن يرجع نلعب الاستكمال صار في 5 يناير 2005 يعني المباراة فعليا لعبت على مدى سنتين 2004 و 2005 الاستكمال جاء ببساطة بسد دقائق تماما لهم تكميلة الأربع دقائق من المباراة ودقيقتين وقت بدأ الضايع الأمور تبدو محسومة التعادل واحد واحد وضائل سد دقائق صعب جدا تتوقع فريق من الفريقين لسه أول سد دقائق بدون يحموا ويدخلوا بجو اللقاء وأساسا مش هيكون في ذلك التحضير الذهني والتكتيك الكبير لسد دقائق فبالتالي من أول سد دقائق ممكن المباراة يمرروا وتخلص هيك المتوقع لكن اللي صار غير هيك تماما ريال مدريد فتح المدرجات أمام الجماهير كلهم ريال مدريد قالهم تعالوا ببلاش أحضر المباراة معينها سد دقائق لكن العائلات راحت لأنها كانت ليلة عطلة رسمية الملعب فل تقريبا عشان سد دقائق والريالي بيبدأ اللقاء بضغط مجنون وسرعة عالية للغاية مش طبيعية لأنه سد دقائق اتعبوا فيهم كأنهم تسعين دقيقة فاللاعبين فعليا في أول دقيقتين وضعوا الكرة في منطقة جزاء سوسيداد في مواقف خطرة خمس مرات وبالسادسة كان رونالدو البرازي بعد دقيقتين من انطلاق اللقاء عم بيراوغ وعم بياخد ركل الجزاء حاطوه بموقف واحد لواحد موقف واحد لواحد مع رونالدو إما بتعمل عليه فاول أو بمر منك فعمل عليه فاول إذا كانت ركل الجزاء اتقدم صاحب الأعصاب الباردة جدا في هاي المواقف زين الدين زيداد وترجمها هدف الفوز لريال مدريد في ذلك المباراة كان في خمس لاعبين من ريال مدريد حتى التقدم ما رجعوش ورا نص الملعب كان في عندك بيكهم فيغو موريانتس رونالدو رؤول كلهم قدام ممنوع ترجعوا بدنا نهجم بدنا نفوز بأي ثمن ما فيش معنى هاي التشكيل هجومية شو اللي فرقت ليش اللي فرقت عن الذهاب لأنه أيضا هاي المباراة درب فيها ريال مدريد مدربين يعني مباراة لتعبة عسنتين بمدربين وبجمهورين مختلفين لأنه الجمهور اللي حضر المباراة الثانية مش نفس الجمهور اللي حضر المباراة الأولى في المباراة الأولى كان المدرب ريمون وهو مدرب بديل للمدرب كما تشو اللي كان عم بيطلع من ريال مدريد في بداية الموسم فكان المدرب بديل عم بيكمل المباريات فقط ولوكسنبرغو البرازيلي اللي جاء وكانت أول مباراة في مسيرته هي السد دقائق هاي يعني موسم ريال مدريد في تلك الفترة قادوا فيه ثلاث مراحل عدم الاستقرار كانت شهيرة جدا مع فلورنتينو بيريز في تلك الفترة قبل المباراة سألوا لوكسنبرغو هتقدر تفوز بسد دقائق قالهم أنا مش ساحر فاز ريال مدريد وسألوا اللاعب نهاد قهواجي بعد فترة عن تلك المباراة فقالهم الغلطة اللي عملناها إنه ما شعرنا إنها مباراة ما لعبنا السد دقائق على إنها لقاء فدخلنا غير جاهزين لا ذهنيا ولا تكتيكيا وانصدمنا إنه السد دقائق ممكن تكون تسعين دقيقة في كرة القدم لوكسنبرغو كان عم بيستفيد لأنها أول مباراة له فاللاعبين حابين يثبتوا نفسهم له وهو حاب بيبهر الجميع فأخذ الأمور جد حتى لو كانت سد دقائق الريال تحسن في نهاية ذلك الموسم مع هذا المدرب البرازيلي وخسر الدوري بفارق أربع نقاط فقط ولكن تبقى هذه المباراة واحدة من اللي تكلم عنهم لوكسنبرغو بإحدى الفيديوهات بعد ذلك وقال عنها مباراة ما شاهدت مثلها في حياتي دربت مباراة ست دقائق المدرب اللي خاض الأربعة ثمانية دقيقة مش أنا والجمهور مش نفسه والحسابات كلها مش نفسها في المبارتين والتعبت على مدة سنتين تلك مباراة كانت فريدة من نوحة مباراة وصفتها ماركا في تقصير عام 2013 ليس مثلها مباراة في كرة القدم وللعلم في فترة لوكسنبرغو ريال سوسيداد كان مبلي بقصة الأهداف المتأخرة للريال مدريد مثلا في المباراة اللي بعدها أول مباراة فاز 2-1 زي ما منعرفين كان مما استكملوا اللقاء المباراة اللي بعدها فاز ريال مدريد 2-0 وسجل هدفين الظاهرة رونالدو في الدقائق 83-90 وبعدها في المباراة الثالثة ما بين لوكسنبرغو وسوسيداد اتقدم سوسيداد 2-0 لدقيقة 86-80 سجل رؤول براوفو الهدف الأول للريال وسجل زيداد هدف التعادل في الدقيقة 83-80 بعد تمريرها من ديبت بيكهم هذي قصة واحد من المباراة اللي بتوريك كيف أجواء إسبانيا كانت في الماضي حركة انفصالية باسكية طبعا هذه الحركة الانتهت الآن أعلنت عن نهاية مسيرتها وأعمالها السياسية والعسكرية في عام 2018 ولكن رغم انتهاء هذه الحركة ما زالت صانع التاريخ في مباراة هي الأقصر في التاريخ الأغرب في التاريخ لكن بوريك قديش كانت السياسي كثير عم تنعجن في الرياضة في الدوري الإسباني تحديدا وقديش ريال مدريد عنده لحظات غريبة في تاريخه وقدر يصمت فيها عشان هيك بظل ريال مدريد أقصر مباراة في تاريخ قرط القدم تبقى هاي 6 دقائق بجمهور جديد مباراة رسمية تماما كأنها وبثت تلفزيونيا وقعدنا نحضرها آنذاك عشان نشوف مين حيفوز وتفاجأنا بس الدقائق إنه في أحداث تكفي 90 دقيقة نوصل هنا نهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك و توتر انستغرام وضروري جدا نتابعوني على زي الفيسبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله